عمرك فكرت ليش لازم أكمل ماجستير بالتمريد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء فإذا عجبك هذا العنوان لا تنسى الهدن واشنك البس في الغلاوز وجيب الماسك معك وتعال أقول لك ليش لازم الناس تدرس ماجستير بالتمريد التمريد مهنة رائعة جدا تسمح لك أنك تتعامل مع الناس بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتنفعهم بعلمك وخبرتك من هاي الطرق عشان تفيد الناس أنك تصمم برامج صحية عشان تفيد البشر وتخلي حياتهم أطول وأحلى وخالية من الوجع والإجهاد الممرضين مطلبين جدا في كل دول العالم بدون استثناء ويتوقع أنه يزيد عليهم الطلب في السنوات القادمة حتى مع ظهور الذكاء الاصطناعي والروبوتات وما أشبه شبه مستحيل أنه يتم الاستغناء عن الممرضين لكن أحد الزملاء سألني تنصحني أكمل ماجستير ولا لا تنصحني أجي على قطر أو على الخليج بعد الماجستير ولا قبله فقلت له حتى لو أنت مش ناوي تطلع من بلدك أنا بنصحك تكمل ماجستير في أكثر من عشرين سبب تدعوك أنك تكمل ماجستير أول سبب الإختصاص أنت لما تكمل ماجستير في طب الإي سي يو مثلاً لكريتيكال كير ماستر أو في المنتل هيلث نيرسنج مثلاً أو أنت تكمل في واحد من علوم الإدارة مثلاً إدارة المستشفيات أو في تخصص إدارة الجودة لكواليتي ممكن يتكمل في الأطفال في النسائية في التخدير في اللي بالدكية لما تكمل أنت في فرع واحد من أفرع تمريض بتصير مختص فيه وهيك تكسب شغلتين أولاً راتب أعلى أو بوزيشن أعلى رقم اثنين أنت رح تتخصص أو تشتغل فقط في المكان اللي بتحبه فأنا مثلاً بحب أشتغل مع الأطفال معناته بكمل ماجستير تمريض أطفال في ناس بتحب تشتغل في المنتل هيلث أو المرضى السايك خلاص ادرس ماجستير منتل هيلث رقم اثنين فرص العمل أفضل كثير بشوف ناس بسألوا على الفيسبوك وعلى غيره أن أنا ممرض وبدي أكمل ماجستير شو التخصص اللي بتنصحني فيه فعلياً جوه البلد وبره البلد ما في ممرض بكمل ماجستير أو دكتوراه وبقعد لأنه ببساطة أنت مدام معك ماجستير تقدر تشتغل في أي مستشفى وتدرس في أي جامعة حتى لو بغير تخصصك فأنت معك شهادة بتقدر تروح فيها وين ما بدك وتمسك أحسن منصب بخطر على بالك مع أنه فرص العمل ممتازة بالنسبة للممرضين بشكل عام لكن فرص العمل المتاحة للماجستير أحسن برضو من المتاحة لممرض البكاليورس ولعلمك الفرص العمل للحامل دكتوراه أحسن من حامل شهادة الماجستير رقم ثلاث الرواتب أحسن لحامل شهادة الماجستير مع أنه ما بصر الواحد يتطلع على الراتب إحنا في النهاية مهنة إنسانية بس برضو من طرق إظهار الاحترام والتقدير من المؤسسة اللي بتشتغل فيها إلك إنهم يعطوك راتب كويس فإذا كان الراتب عالي جدا فمعناته الجماعة قتلين حالهم إنهم عينوك ومع أنه الماجستير غالبا بكون مكلف جدا إلا إنه لما يسح لك راتب أعلى من راتب البكاليورس فرح تعوض المصاري اللي خسرتها في وقت أقل رقم أربعة تقدر إنك تعلم التمريد للناس بالعربة أنت سواء معك ماجستير أو دكتوراه تقدر تدرس في كلية التمريد في أي جامعة بتحبها رقم خمسة إنت أقرب إلى درجة الدكتوراه لو أنت بتحلم بدرجة الدكتوراه ولسه معاك بكاليورس معناته لسه بدك سنتين ماجستير بعدين تدخل في الدكتوراه لكن لو أنت معك شاهدت الماجستير فمعناته تقدر تدخل في الدكتوراه مباشرة رقم ستة التطور المهني إنت لو صار معك ماجستير ففرصتك أعلى بكثير من كل الموجودين اللي شاهداتهم أقل منك إنك تمسك منصب كويس ممكن تصير هيدنيرس أو سوبرفايزر ممكن تنتقل إلى عمل مكتبي زي مثلا إنفكشن كنترول أو إدارة الجودة أو تعليم مستمر أو أي شي زي هاتي في بعض المستشفيات ممنوع حدا يمسك هيدنيرس اللي يكون معاه ماجستير رقم سبعة المطابقة لشروط ترخيص مزاولة المهنة زي ما احنا شايفين كل يوم بنسمع مستشفى أخذ الاعتمادية مستشفى أخذ الجودة مستشفى أخذ مش عارش شو وفي مستشفيات تسعى إلى إنها تصير ماجنيت هوسبيتلز فكل يوم الستاندردز تعلى وكل يوم الإشي اللي لازم توصله بعلى حاليا في ناس كثير بكلورس بتشتغل لكن يتوقع إنه من هون لأكب من سنة يصير ممنوع أقل من ماجستير عشان تشتغل السبب اللي بعده الساتيسفاكشن يعني إحساسك بالنجاح أو إحساسك إنك أنجزت إشي كويس طبعا إنت مدام صار معك ماجستير راح تحس إنك عملت أكثر إشي بتقدر عليه عشان تصير أحسن إنسان تقدر توصله راح يكون عندك ثقة عالية بقدراتك لأنه تعلمت أنت بزيادة وحتى من ضمن دراست الماجستير مهما كان تخصصك راح يكون فيه مواد في الإدارة مواد في الكميونيكيشن راح تتعلم كيف تدير المؤسسة الصحية وكيف تحكم عن الناس وكيف تدير الموظفين بيشتغلوا تحت إيدك وكثير شغلات بتفيدك بالحياة نقطة مهمة الماجستير والدكتوراه بيسمحوا لك إنك تقضي مسيرة مهنية أطول ليش؟ كثير من الممرضين بعد ما يشتغل في التمريض عشر وعشرين وثلاثين سنة يا إما بصير مع مرض معضي من واحد من المرضى وبقعد في البيت يا إما بصير مع ديسك أو مشكلة بالظهر بسبب إنه بيحمل مرضى كثير وبنزلهم وبحركهم وبمشيهم فبيترك المهنة بروح لمهنة ثانية أو بتقاعد لكن اللي مع ماجستير أو دكتوراه بكل بساطة بيصير رئيس قسم أو مدير التمريض في المستشفى كله وبيكمل كمان عشر أو عشرين سنة خبرة كرئيس قسم لأنه بطل يشتغل بالتصايد وبطل يتعب فايدة برضو لدراسة الماجستير في التمريض إنك راح تحصل على زيادة في الاستقلالية إحنا عارفين إنه من مميزات مهنة التمريض الأوتونومي إنه أنت إلى حد ما عندك حرية في اتخاذ القرار لو صار معك ماجستير راح تبرهن إنه قدراتك صارت أعلى ومعلوماتك صارت أعلى تقدر إنك تشتغل بحرية أكبر بدون ما تطلب إذن قبل ما تعمل أي بروسيجا تنساش برضو المرونة في العمل يعني ممرض البكاليورس راح ينطلب منه ثمان ساعات باليوم خمس أيام بالأسبوع أربعين ساعة بالأسبوع بده يلتزم فيهم لكن ممرض الماجستير بالعادة بينطلب منه تاسكس معينة أنا طالب منك تعملي جدول عن كده وكده لو خلصتوا بساعة باقي الأسبوع أوف مثلا أنا طالب منك تجتمع مع فلان وفلان وتنقشهم في كده وكده لو خلصتهم في ثلاثة أيام اليومين اللي ظلوا هدول أوف فإنت هيك بتتفرغ أكثر إنك تستمتع بحياتك وتقضي وقت مع عائلتك وتنساش إنه راطبك أعلى من راتب ممرض البكاليوريوس يعني أنت مش مضطر تدوم أوفر تايم وتنقطع نشوفة أهلك من فوائد دراسة الماجستير في التمريض إنه راح يصير عندك معارف وأصدقاء محترفين ومتعلمين أكثر يعني أنت وانت ميكلوريوس يمكن تكون في دفعة ثلاثمائة أربعمائة طالب بدرسهم خمسمائة دكتور أنت مش حافظ إسمه ولا واحد ومعكاش رقبه ولا واحد لكن لما تكون في الماجستير راح تكون واحد من ستة أو سبعة أو عشرة بدرسهم دكتور واحد ومتصلين في 24 ساعة في 24 ساعة على مدى سنتين فرح تتخرج من الجامعة وانت بتعرف أكبر علماء المهنة لما تيجي الدورة على شغل محترم في مكان محترم رح تقولهم عند ركومنديشن من فلان وفلان وفلان عند شاهدات مختومة منهم إنه أنا إنسان كويس شغلوني من فوائد الماجستير برضو التطور السريع في العمل مهما بلغ ممرض البكاليوريوس من علم ومن خبرة فإن ذا ابتصل لمرحلة ما بتقدر تطور إلا إنك تتخصص في قسم معين أو في شغل معين وهذا الكلام لا يتأتى إلا بواحدة من ثنتين يا إما دبلوم تدريبي تأخذ سنة أو سنة ونص دبلوم عالي بعد البكاليوريوس أو إنك تأخذ ماجستير في تخصص من التخصصات بعض أصحاب العمل بيعرضوا على الممرضين حوافز إضافية أو زيادة على الراتب أو إنه ينجلوا لبوزيشن أحسن إذا كمل ماجستير صحيح إنه بعض المستشفيات رح تقول لك التزم عندي أو اشتغل معاي سنة أو سنتين أو ثلاث مقابل إن درستك على حسابي لكن في النهاية حتى لو خلصت السنتين ثلاث وتركتهم فإنت في النهاية كسبتش هذا أعلى أو وين ما تروح رح يكون راتبك أعلى من الفوعد برضو إنك رح تصير ممرض حقيقي يعني أنا درست التمريد بشكل عام درست كل إش بالتمريد اشتغلت في تت سبع أقسام في كل قسم سنتين 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 إلى أن وصلت لمرحلة أنا نفسي أختص في شغلة معينة كل الناس بتشتغل عشان الراتب إلا الممرض بشتغل لأنه هذا نداء الواجب تابعه لأنه هو حاب يكون في مستشفى وحاب ينفع البشر فإنت إذا بتحب الأطفال واختصيت بالأطفال رح تنفعهم صح وإذا بتحب المرضى النفسيين وتختص في الطب النفسي أو في المينتل هيلث رح تنفعهم عن جد تنفعهم عن جد لأنه أنت حبيت تختص هذا التخصص تنساش أنك رح تصير واحد من أصحاب القرار يعني لو أنت اجتمعت ما خمسة أو عشرة أو عشرين واحد هم اللي بفهموا بالبلد أنتوا رح تقرروا مستقبل السياسة الصحية في البلد شو القوانين اللي تمشي شو الممارسات اللي تندثر شو الممارسات اللي تطلع شديد شو بتكو تغيروا في القوانين كل هذا أنت بتقرروا أنت والناس اللي في نفس مستواك من العلم والخبرة والشهادات العالية من الفوائد أيضا أنك رح تعرف أكثر يعني أنت كنت تعرف مئة ألف معلومة وأنت معك بكالوريوس رح يصير معك كمان خمسمائة ألف معلومة وأنت معك ماجستير وراح يجيك كمان مليون معلومة لما يصير معك دكتوراه فالعلم كويس والعلم ما بنتهي الواحد بموته هو بتعلم برضو بتستفيد أنك رح تتلقى التعليم من أفضل المعلمين يعني طالب البكالوريوس ممكن يدرسه إنسان مع ماجستير وإنسان مع دكتوراه ممكن يدرسه أستاذ مشارك أو أستاذ أو أستاذ دكتور أو عميد الجامع يدرسه لكن طالب الماجستير مش ممكن يدرسه طالب ماجستير زيه فكل ما عليت بالمرتبة بتلاقي ناس أفهم ومرتبتهم أعلى بدرسوك فبتستفيد من علمهم من ناحية وبتستفيد كقدوة من التعامل معهم من ناحية من الفوائد برضو إنك تقدر تنتجل على الإدارة بالعربي تترك إشي اسمه في ناس تبعد سنين في المهنة لغاية ما تزهج إنها تعتد دول المريض وتجسل الضغط وكل شوي ترد على الجرس وإلى آخره فبقولك أنا بدي أقعد في مكتب تحت الكوندشن وبس أكتب بوليسز أوامر للناس وخلاص إنت لما أصير معك ماجستير بتصير أقرب إلى هاي الخطوة بالعربي لو بدهم أحطوا واحد مدير فاللي مع ماجستير أولا وفي بعض المستشفيات شرط تكون معك ماجستير عشان تشتغل شغول مكتبي أو تصير رئيس خسيم آخر فائدة برضو زي ما قلت قبل شوي إنك رح تتعلم من أفضل المعلمين أنت نفسك لما تخلص ماجستير وبعديها الدكتوراه إن شاء الله رح تصير نفسك أنت من أفضل المعلمين لأنه أنت صرت دكتور دكتور جامع يعني هذا مسؤولية كبيرة بس لازم أنت تكون جدها ومجهز حالك إلها من أنت طالب دكتوراه رح تقول للماجستير صعب رح أقول لك دور مليح رح تلاقي إنه فيه جامعات فيها ماجستير عادي اللي الناس بتوخذه في سنتين فيه جامعات فيه إشي اسمه ماجستير أكسليريتد اللي بتوخذه في سنة ونص أو سنة فيه جامعات الماجستير فيها طويل بال بتفرض وعلى ثلث سنين ثلث سنين ونص فيه جامعات عفكرة تعطيك برنامج أربع سنين كاملات بتوخذ الماجستير والدكتوراه مع بعض ما بتقدر تتوقف بعد الماجستير فيه جامعات الدراسة فيها أونلاين فيه جامعات الدراسة فيها انتساب بس بتروح تجدب الابتحانات ففيه مرونة بالتعاول فيه أشكال كثيرة من أشكال الدراسة بالنسبة لمسألة منوانة تجيب فلوس للماجستير إنت لازم تكون موجود في مكان معين وتبلغوا إنه أنا بدي أكمل الماجستير فتحصل على منحة سواء من الجامعة أو من المستشفى اللي بتشتغل فيه حتى لو اضطرت إنك تشتغل سنة أو سنتين أو ثلاث عشان ترد لهم الجميل وبعدها تتركهم وتروح لمكان ثاني فالموضوع مش بالصعوب اللي انت تخيلها لو انت في بلد زي أمريكا مثلا بتقدر تدرس وتشتغل عادي بتكون طالب ماجستير بعد الظهر وقرسوان في كافتيريا الطلاب الصبح العيش الشغل مش عب تنساش برضو إنه تواريخ بداية الماجستير ونهايته مارين شوي مش زي البكالورس بعض الجماعة بتقول لك إحنا راح نبلش بشهر عشرة مع إنه طلاب البكالورس مبلشين من 20 ثمانية أو من 1 تسعة مثلا فإذا كنتوا ثلاث أربعة اللي بتكونوا تدرسوا هذا التخصص إنتوا بتتفقوا مع الدكتور أي يوم يبدأ الفصل أو أي يوم ينتهي إنتوا مش مليون واحد تعجبوا الدنيا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم اشتركوا في القناة